ورجعنا مرة تانية مشاهدينا ولسا مكمليين مع بعض فقراتنا ومع الأحداث الكتير اللي بتمر بيها مصر دلوقتي من مطالب ينادت بيها المواطنين وكمان بقاء المجلس العسكري أو رحيله وبين كمان الانتخابات اللي مفروض تتم يوم الاثنين اللي جاي ومشاكلها وبين تصويت المواطنين المصريين المقيمين بالخارج أحداث كتير جدا جدا هنعرف أو هنتكلم فيها ونتنقش فيها مع ضفنا النهاردة اللي منوارنا الصحفي المقيم بألمانيا الأستاذ وليد الشيخ صباح الخير يا فنم صباح نهارك سعيد يا فنم منوارنا قبل ما نتكلم على تصويت المصريين المقيمين بالخارج والمشاكل وعملين نسمع أنه فيه اعتراضات وفيه مشاكل فقاليات التصويت أنا بس عايز أعرف وجهة نظر حياتك من أنك مقيم بألمانيا تشرح لي كده رؤيتكو يعني أسفني هعمم يا بس رؤيتكو للمشهد وما يحدث في مصر اليومين دول أولا خلينا نرجع وراء شوية يمكن فيه حاجات كثير من الشعب المصري ما يعرفهاش أو نكاد نقول أنه معظم الشعب المصري ما يعرفهاش بعد انتخابات 2005 وتأكد من مسألة أنه ملف التوريس كان جاهز كان فيه معلومات أنه قادة المجلس الأعلى قوات المسلحة مش موافقين على ملف التوريس وعشان كده كان فيه توقع أنه فيه حاجة تحصل في 2011 في مصر لو ما كانتش من الشعب فالمجلس الأعلى هيعمل حاجة عشان يمنع ملف التوريس وعشان كده كان ليه دور إيجابي جدا في الثورة المجلس الأعلى مش مجرد بس أنه حمى الثورة أو مقيد يعني هو المسألة مش أنه حمى الثورة أو لا المسألة أنه كان من مصلحة أنه الثورة تحصل كان من مصلحة أنه ملف التوريس يتلغي كان من مصلحة أنه مصر تبدأ في مرحلة جديدة وعشان كده أنا كنت من مؤيدين لي وطلقت على جزيرة يوم 8 وتسعة فبراير لما ساعتها هددنا باللي قاله نائب الرئيس عمر سليمان يا إما الفوضى لا لقاله الرئيس محمد حسن مبارك الرئيس مبارك هدد بالفوضى والأسف الأهرام مبارح بتكلم بنفس الطريقة إما الاستقرار أو الفوضى لكن عمر سليمان ساعتها قال يا إما التفاوض معايا وقبول بقاء نظام مبارك يا إما الحكم العسكري أنا ساعتها قلت أهلا بالحكم العسكري لأن حكم وطني مخلص هيدفع مصر إلى الأمام هي الشيء اللي يحل مجلس الشعب والشورى ويعمل دستور بالترتيب يعني بالمنطق في أي دول العالم المحترمة اللي بيتعد في حروب عالمية أو في انقلابات أو في صورات بيبدأ تأسيس الدستور وعلى أساسه بيتم انتخاب رئيس وانتخاب مجل الشعب يعني استبشرنا خير وأيدنا المجلس الأعلى وكلنا فرحنا أنه الجيش الوطني بدأ يساعد السياسي المصريين وبدأ يساعد النخبة أنها تطلع لكن للأسف ده بعد 11 مارس بدأ يتغير لما أعلنوا الاستفتاء الدستوري اللي ثبت أنه ما كانش دستوري لأنه الاستفتاء الدستوري ودي المشكلة يعني المجلس الأعلى للأسف هو اللي قضى على الشرعية الدستورية بتاعته أولا الشرعية السورية هي اللي أوصلته يعني شرعية مدان التحرير هي اللي أوصلته وهي اللي ضغطت على مبارك وسلمت الشرق هو قضى رقم واحد بفكرة أنه التعدلات الدستورية معناها دستورة 71 يفضل ودستورة 71 ما فيش حاجة اسمها تسليم السلطة لمجلس الأعلى في حاجة اسمها يا إما رئيس مجلس الشعب والشورى وده كانت حل أو رئيس المحكمة الدستورية العليا عشان كده لما عمل التعدلات الدستورية هو اللي قضى على الشرعية وأذبت دستورة 71 رجع عمل التعدلات الدستورية لما طلع 30 مارس اللي 6 شهور هو قضى مرة أخرى على الشرعية الدستورية وأصبح من 30 مارس طالما ما فيش استفتاء بالإضافة أنه ما فيش استفتاء على 54 مادة في الإعلان الدستوري فزود المشكلة المشكلة الأخرى أنه قضى حتى على الشرعية السورية بتاعته يعني إحنا كنا دينا له شرعية على أساس أنه هو يحكم البلاد الفترة اللي فاتت فترة انتقالية للأسف ما كانتش فترة انتقالية كانت فترة جامدة فترة أقدر أقول أن يوم 11 فبراير ثاني يوم بالظبط كان هو 19 نوفمبر يعني الفترة دي كانت فترة مواد دايما مشكلة العباسية مشكلة مزباحة مزميرو مزباحة التحرير الأخطاء الكارثية عدم ضبط الأمن عدم الضغط على جهاز الشرطة أو إصلاحه والضغط عليه أنه يمارس صلاحياته أو يمارس دوره وإلا يتم محاكمته ومحاكمات عسكرية للمسألة دي خيانة لمصر لما يجي الضابط ما يقومش بدوره أو أنه المسؤولين في وزارة الداخلية ما يقومش بدورهم عشان كده المشكلة أنه إحنا فيه أزمة شرعية في مصر حاليا الشرعية اللي قدت الثورة اللي قدت الشرعية للمجلس الأعلى دلوقتي بتاخدها منه وبرضه عشان يكونوا واضحين لأنه فيه ناس بتخرط في الأمر أنه ده انتقاد أنا برضه مش عايزة أتكلم عن فكرة الجيش والمجلس لا فيه ناس بتقول أنه إحنا عايزين نسقط المجلس الأعلى ده مش حقيقي مش مظبوط المجلس الأعلى موجود وهيفضل موجود وكان موجود هو دوره أساسا حماية الأمن الداخلي والخارجي حماية أمن مصر هيفضل ده موجود وإحنا بنرحب بدوره ده إحنا بنقول أنه الدور السياسي بتاعه يرجع يترجع لأنه ما عندهش خبرة سياسية ووضح ده في كل طريقة فإحنا المسألة بكل بساطة بنطلبه صلاحيات السياسية ترجع لحكومة إنقاذ وطنية أو لمجلس رئاسي وهو يحتفظ بصلاحيات الأمن مش هو يحتفظ ده مش بمزاجه ده غصب عنه الحضرتك بتقوله ده كله هل ده الوعي العام في المصريين مقيمين في خارج مصر المصريين المقيمين في خارج مصر كانوا متفقلين خير بس تصدموا ليه بقى ده عايز أخير في موضوعنا بقى هو موضوع تصويت تصويت المقيمين خارج مصر ومنقول أن العدد أربعمة وخمسة مليون اللي هو حق التصويت ده مؤشر خطير جدا للمشاركة السياسية للأسف المسؤول عن كده هي لحكومة عصام شرف والمجلس الأعلى قوات المسلحة أنا عندي معلومات من مسؤولين من وزارة الخارج المصرية أنه هم بعتوا للحكومة والمجلس الأعلى من شهر أبريل اللي فات أنه هم مستعدين يبدأوا في إجراءات التصويت بس بشرط كذا وكذا وكذا إجراءات القانونية اللي يعملوها محدش رد عليهم وما أجبرش المجلس الأعلى والحكومة إلا بعد حكم المحكمة الإدارية العليا بالتصويت المصرين في الخارج فما ينفعش يخلفوا حكم المحكمة فاطروا يعملوا إجراءات تعجزية يعني هم كل الإجراءات اللي حاولوا يعملوها من أولي للأخير محاولة تعجز المصرين يعني فكرة أنك لازم تكون بالرقم القومي ولازم تكون بيجوز السفر في ناس حول من دي يحاول يعجزه اللجنة العليا للانتخابات اللي هم شكلوها يعني أنا لما أسمع رئيس اللجنة العملية الإنتخابات بعد حكم المحكمة الإدارية يقول أهلاً بالمصريين في الخارج يصوتوا بس يجوا مصر هنا يصوتوا يعني كلام عيب يعني عيب حد يقول زي كده يعني يجوا مصر إنتما طبيعي يجوا مصر يصوتوا هم يتكلموا عن تسو 이쪽 في الخارج وحكم المحكمة الإدارية كان على التسوين في الخارج فكرة أن أنا أأجل كل الإجراءات للأخيرة فكرة التخبط اللي أنتوا شايفينها في الداخل للأسف هي نفس اللي حصل يعني امبارح لما يصدر قانون بانه مد الانتخابات من يوم الى يومين امبارح اكتشفوه اكتشفوه فجأة انه يوم واحد ما يقضيش الشيء الاخر لما يعني خلينا امبارح كان جمعة اعلنوا اول امبارح بالليل المصريين عشان يصوتوا لازم يحصل معهم يدخلوا على الانترنت ويعملوا كذا انا في واحدة صحفية كان لخير نرش نعملوا كذا دي عشان الناس اللي بتابع لها مش موقعين في الخارج هم في الداخل يعني او في صبعين انا وحدة صحفية ازميلت في الامارات تصلت بانبارح وقاللك الان فجأة النهاردة الصبحي عارفت ان المصريين لازم يصوتوا بآلية معينة من واحد زميلي في امريكا واحد مصري في امريكا بعثت له استفارة هناك بمعنى انه المصرين في امريكا اوروبا بيعملوهم بطريقة والمصريين في دول الخليج او باقي دول العالم بيعلموهم بطريقة تانية طريقة التصويت حتى غير قانونية في كل دول العالم التصويتي اما بالتصويت المباشر انا اللي بروح اصوت باسمي او بالانترنت زي البرازيل زي الهند او بطريقة الخطابات المقفولة اللي هي بعلم الوصول للاسف لا هم عملوها بطريقة مبتكرة وغريبة وغير دي سوريا انك انت تخل على الانترنت تفتح الدارة بتاعتك تتدور على اسمك تسجل كذا انت بنفسك تطبع الورقة بتاعت الانتخابات وتصوت وتحط صورة البطاقة وتبعتها على السفارة او تسلمها بالسفارة بنفسك رغم انه ده غير دي سوريا ولو طعن عليه هيبطل الانتخابات لانه طريقة الانتخابات لازم تكون واضحة ومحددة اني انا اللي بيوصلني الحاجة باسمي وبيتأكدوا اني انا اللي خدتها ما فيش حد من بيته هو اللي بيطلع من عنده على الانترنت ويطبع يعني لازم يكون الورقة نفسها جاية من اللجنة عندي كل البيانات انا مش هقولكم اللي برا مصر اللي جوة مصر هل انتوا عارفين الدارة بتاعتكم ايه الاحزاب اللي فيها هو الصوته ازاي ومين المرشحين والانتخابات انت اساسك عملنا مجهود يعني انا كل اللي سألتهم قالوا لي غالي الوقتة من اعرفش فلان قال لي انتخب كذا او الروح انتخب كذا المشكلة التانية انه معدت معدت تصويت يعني لما حد يقول لي الخميس بالليل انه من الجمعة تعمل كذا الجمعة اجازة رسمية في دول الخليج كلها والسبت وبعد كده بددخل في اجازة راس السنة الهجرية فكل حاجة قفلة البريد السريع قفل فانت لازم تروح بنفسك لمقر السفارة مقر السفارة بيبعد 400 و 500 و 800 كيلو عن معظم الناس اللي موجودة طبعا ما فيش حلول اخرى غير ان هو يروح بنفسه يطبع الورقة على الانترنت ويروح يوديها للسفارة او يبعدها للسفارة للأسف يا اما بريد يا اما حد يروح نفسه البريد في اوروبا وامريكا عيد الشكر موجود وسبت وحد اجازة فكل حاجة قفلة عيد الشكر كان الجمعة الجمعة وسبت وحد اجازة بالنسبة للخليج جمعة ورص سنة هجرية فكل حاجة اجازة بمعنى ان عدد اللي صوته في المرحلة الاولى نفترض انها حصلت وطبعا مش هتحصل كانوا هيبقوا عدد يعني لا يقارن بالرقم المسجل الشيء الاخر الارادة يعني انا في مسؤول في وزارة الخارجية لما سألته يعني اللي انت شايفه ايدي قال لي مفيش ارادة او رغبة في التصويت فهو كل الارات رغبة من مين رغبة من اللي مش عايز المصريين تصوته من اللي في ايديه السلطة واللي بيدي امر للرئيس اللجنة العليا ودي مشكلة رئيس اللجنة العليا كان مواضح في كلامه لن يصوت المصريون في الخارج ما عندناش امكانيات وفجأة لما جاله امر قال لا خلاص محكمة لابد تتصبيقه يعني لا بعد المحكمة بعد حكم المحكمة السلطة في الدول الاجنبية يعني هو تشاد عندها سلطة وغانا عندها سلطة يعني ده ما سمح في كل دول العالم لكن المشكلة جاله امر من فوق لا اسمح بتصويت المصريين بس بطريقة يعني بطريقة عالقة معيقة تخلي الواحد يزهق ده غير في الاخر انه كتير من المصريين بيقولوا ازاي ان احنا نصوت في الانتخابات في الوقت اللي بيحصل في التحرير في الوقت اللي حصل نهاردة الصبح عند مجل الشعب في الوقت اللي بيحصل كذا وكأننا هنخون الصورة في مصر ونبقى مع الطرف اللي بيؤيد مثلا بقاء المجلس الاعلى اللي هو مخالف اللي عايزه الشعب المصري طيب هو حضرتك اصلا مقيم في المانيا ولكن بتيجي مصر وبتسفر المانيا طول الوقت مضبوط وبالذات من فترة الصورة من 25 يناير يعني الحرارة كنت موجود في صورة 25 يناير اه يعني ليه في العشر شهور فات وست وشهور كنت في مصر فيهم طيب عايز اعرف رؤية حضرتك او وجهة نظر حضرتك هل في اختلاف ما بين 25 يناير و 25 ديسمبر من وجهة نظر حضرتك لانه برضو حضرتك لما هتقول لنا رأيك ده برضو بيعبر عن رأي ناس كتير طبعا في اختلاف انا بفاكر يوم 21 يناير كتبت مقال في الدستور الاصلي وقلت فيها ان 25 يناير اللي هي بعد 4 ايام هتحصل فيها صورة وهتحصل فيها كذا والامن هيسقط وهيتكسر ويريت نفتح باب الخروج الامن للرئيس مبارك وعيلته ونظامه بس مقابل الفلوس اللي برا كلها ترجع يتم اعادة الاموال المصادرة الشركات المصانع الأراضي كل اللي اتباع في صفقات فساد يرجع بمعنى لمصر لما يرجع لها 1500 مليار جنيه احنا مش عايزين نظام ده بس طبعا ده قبل الدم قبل الشهداء بزرط قبل الشهداء وقبل القتل كنت شايف ده وحتى انا عرضت الفكرة دي على اساس انه ما يحصلش شهداء يعني يطيهم باب الخروج الامن عشان يحصل ده انا كنت شايف ساعتها وكتبت ساعتها ان الثورة اللي هتحصل في مصر مش ثورة على نظام حسن المبارك ثورة على النظام بكل طياراته بمعارضته الوهمية اللي كانت جزء من الديكور بالاعلامين بتوعه بكل الفلول بتوعه بوزارة الداخلية بمعنى انه ما كانش ثورة على فرد او نشيل فرد او نشيل حكومة نظيف او نشيل كذا هي ثورة على كل الطيارة المصري انا انا بحددها بطريقة المصفوفة الفساد في مصر ما كانش مجرد انه فيه واحد وحش وفيه اربعة خمسة احمد عز والمجموع اللي حواليه الفساد كان موجود متجزر في كل مؤسسة فيه اربعة خمس طبقات انت اكيده ده بان بعد الثورة طبعا لما عرفنا حاجات كتير جدا واصرار كتير جدا اكتشفناها ولكن زي ما بقول حضرتك انه الاول الثورة كانت كل البلاد بتشهد بيها وبيقول عليها منظمة وصورة عظيمة والى اخره دلوقتي بعد ما الوضع طبعا طول والموضوع بقى اطول من الاول الناس بره رأيها عامل ازاي برأيانه النخبة المصرية كلها لازم تمشي بدون زعل يعني المسألة وانا مش بتكلم على فلان او اعلان انا بتكلم على مجموعة من الناس خذت فرصتها الكاملة وفشلت فشل زريع لدرجة اني الاقي حد من المحامين الكبار بتوع عصر مبارك جاي مبارك بيقول لي لا الاستفتاء ممكن نفكر فيه الاستفتاء على بقاء المجلس الاعلى او لا فحتى الرد البسيط عليه انه لا يمكن انك تستفتي على بقاء الاستبداد او الديمقراطية يعني حتى دستوريا غير منطقي الاستفتاء انك انت ممكن تكتب في الورقة للناس هل نفضل المجلس الاعلى يحكم مصر ولا لا اذا كان اللوة من دوح شهين على نسبة 77% على 8 مواد بتاع التعديلات اعتبرها استفتاء على بقاء المجلس فلو عملوا استفتاء على بقاء المجلس معناها انه مصر الى 50-60 سنة تانية هيحكمها مجلس اعلى وده ما ينفعش المسألة بكل بساطة احنا بنحترم الجيش وحتى بنحترم المجلس الاعلى القوات المسلحة وعايزين يرجع لمكانته لحماية امن مصر وده خلي بالكم مش بمزاجه يعني ده هو وجبه هو اساسا دوره ومعمول عشان كده وماقدرش يتخلى عن وجبه هو لو خان وجبه ده ولا احنا نقدر نستغلى عن وجبه على رئابنا على حماية امن مصر على حماية الامن الداخلي والخارجي وانه يساعد الحكومة جاية بمعنى الحكومة الجاية اللتيجي حكومة الانقاذ الوطني التوافقي بصلاحيات رئيس الجمهورية دي لازم تاخد مساعدة من المجلس الاعلى قوات المسلحة ولازم بقى بفيضغطة على الشرطة المسألة مش صعبة المسألة سهلة جدا بس محتاجة يعني مستشارين السوق يرتاح ويبعدوا عننا شوية كمان الاعلاميين وعشان يبقى كلام واضح ان الاعلاميين بيلعبوا دور مهم جدا وكلامهم خطير جدا وللأسف هيتحزبوا في بعض الناس هتتحاسب على افساد الحياة السياسية وفي ناس هتتحاسب على التحريض على القتل اللي طلع في التلفزيون بيحرد مسلمين على مسيحيين او ناس على شباب الثورة او يوم موقعة الجمل بالليل حد يحرد الناس تنزل وناس ماتت ده بحكم القانون للأسف وما حدش واخد باله منه حكم القانون الاعدام لو حد حرد حد ولو مشركش في الجريمة مجرد التحريض وحصل منها حد ماك الاعدام في المسألة محتاجة نهدى شوية والمجلس الاعلى بلاش العند لانه مفيش فايدة العند مفيش فايدة الشعب المصري تغير النخبة تغيرت الشباب غير الاجيال اللي فاتت الشباب مش غير ده يتزلي تاني يتهان تاني يتحكم بحكم استبدال دي تاني